ولد يوسف إستس في عام 1944 لعائلة نصرانية شديدة الالتزام تعيش في الغرب الأوسط لأمريكا وقد وهب آباؤه وأجداده أنفسهم لخدمة نصرانية وقد حصل يوسف على شهادة الدكتوراه في علم اللاهوت كما كان مجتهداً في البحث في الديانة المسيحية ودرس الهندوسية واليهودية والبوذية عمل يوسف هو وأبوه معاً في مشاريع تجارية كثيرة واستطاع جمع ملايين الدولارات لكنه لم يجد راحة البال التي لا يمكن تحقيقها إلا بمعرفة الحقيقة والسلوك الطريق الصحيح للهداية وفي ذات يوم قال له والده سيأتي إلينا رجل من مصر قد نقيم معه تجارة في مجال بيع السنع المختلفة وسوف نتوسع في تجارتنا وتصبح تجارة دولية تمتد إلى أرض أبي الهول ولكنني أريد أن أخبرك أن هذا الرجل الذي سيأتينا مسلم وهو رجل أعمال ولابد أن تقابله قال استس منزعجاً مسلم؟ لا لن أتقابل معه وأصر والده على رأيه فتنازل استس عن إصراره ولما حضر موعد اللقاء لبس استس قبعة مكتوب عليها عيسى هو الرب وعلق صليباً كبيراً في حزامه وأمسك بنسخة من الكتاب المقدس في يده وحضر إلى طاولة اللقاء بهذه الصورة ثم تحدث عن ديانته وتهجم على الإسلام والمسلمين حسب الصورة المشواهة التي كانت لديه وكان المصري هادئاً جداً وامتص حماسة واندفاع استس ببرودته ثم دعاه استس للإقامة عندهم في المنزل الذي كان يحوي استس وزوجته ووالده ثم جاء المصري واستضافوا كذلك قسيساً آخر فصارهم الخمسة أربعة من علماء ودعاة النصارى ومسلم مصري وحيد فاستس ووالده من المذهب البروتوستانتي النصراني ومعهم قسيس كاثوليكي المذهب وزوجة استس كانت من مذهب متعصب له جانب من الصهيونية كان هؤلاء النصارى في البيت يحمل كل منهم نسخة مختلفة من الكتاب المقدس ويتناقشون عن الاختلافات في العقيدة النصرانية وفي الأناجيل المختلفة على مائدة مستديرة ويتهم كل منهم كتاب الآخر وكثرة الأخطاء فيه والمسلم يجلس معهم ويتعجب من اختلاف كتبهم ثم سألوا محمد المصري كم نسخة مختلفة من القرآن عندكم فقال ليس لدينا إلا نسخة واحدة والقرآن موجود كما أنزل بلغته العربية منذ أكثر من 1400 سنة فكان هذا الجواب كالصاعق كانت هناك أمور في الكتاب المقدس عند استس لم يصدقها لأنه كان يرى التناقضات الكثيرة فيها وكان يسأل نفسه وغيره كيف يكون الإله واحداً وثلاثة في نفس الوقت وأثناء هذه الجلسة دعا استس محمداً إلى النصرانية بعدة طرق فكان جوابه محدداً بقوله أنا مستعد أن أتبع دينكم إذا كان عندكم في دينكم شيء أفضل من الذي عندي في ديني وأثبتتم لذلك بالبرهان والدليل لأن الإسلام دين عقيدة وبرهان ودليل وعقل ووحي من السماء سأله استس ما هو اعتقادكم في الإله في الإسلام فقال محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد تلاها بالعربية ثم ترجم لهم معانيها فكان هذا الأمر مثل المفاجأة القوية لهم مع ما كانوا يعيشون فيه من ضلالات في هذا الشأن ومنذ ذلك الحين بدأ استس البحث عن الأدلة الكافية التي تثبت أن الإسلام هو الدين الصحيح وذلك لمدة ثلاثة أشهر بحثاً مستمراً وفي يوم من الأيام طلب القسيس الكاثوليكي من محمد أن يصطحبه معه ليرى صلاة المسلمين في المسجد فأخذه معه وذهب به مرتين إلى أحد الملاكز الإسلامية فرأى وضوء المسلمين وصلاتهم وبقي ينظر إليهم ثم عاد إلى المنزل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وبعدما أعلن إسلامه قال له استس أنت متيقن مما تفعل يقول استس قلت له ذلك وأنا في نفسي أتمنى لو أني أسلمت قبله حتى لا يسبقني لما هو أفضل ثم صعدت أنا وزوجتي إلى الأعلى فقالت لي أظن أني لن أستمر بعلاقتي معك طويلة فقلت لها لماذا هل تظنين أني سأسلم قالت لا بل لأني أنا التي سوف تسلم فقلت لها وأنا أيضاً في الحقيقة أريد أن أسلم فخرجت من باب البيت وخررت على الأرض ساجداً وقلت يا إله اهدني وشعرت مباشرة بانشراح صدري للإسلام ثم أعلنت إسلامي كان هذا سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين وبعده أسلمت زوجته ووالده ووالدته ثم تعلم بعدها اللغة العربية والدراسات الإسلامية في مصر والمغرب وتركيا ويقول الشيخ يوسف أرى أن إسلامنا جميعاً كان بفضل الله ثم بالقدوة الحسنة في ذلك المسلم الذي كان حسن الدعوة وكان قبل ذلك حسن التعامل وكما يقال عندنا لا تقل لي ولكن أرني ولا يكاد يمر يوم إلا ويسلم على يدي يوسف أحد وفي إحدى محاضراته في ألمانيا أسلم جميع من في القاعة وعددهم ألف ومئتين وخمسين شخصاً ولا يكتفي الشيخ بتلقين الشهادة فحسب بل يتابع المسلمين الجدد ويعلمهم أمور دينهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير داخل القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان وعلى أحد مقاعد الدرجة الأولى جلس رجل في الخمسين من عمره يرتدي الملابس الريفية وتبدو عليه علامات الوقار والاحترام وجلس بجانبه شاب في الثلاثين من عمره ثم جاء شاب وزوجته وكان يبدو عليهما أنهما حديث الزواج ليجلس بالكرسيين المواجهين للرجل الريفي والشاب وللأسف كانت الزوجة ترتدي بنطلون قصيرا وبلوزة بحمالات تكشف عن دراعيها وصدرها فجأ الزوج بالشاب الذي يجلس بجانب الرجل الريفي يرتكز بكوع دراعه على عظمة فخذه واضعا دقنه على قبضة يده في مواجهة الزوجة التي تجلس بالكرسي المواجه له ونظرة عينه مثبتة نحوها تكاد تخترقها لقرب المسافة وبصورة مفاجئة وأثارت غضب زوجها الذي قال للشاب احترم نفسك وعيب ما تفعله ليتك تدير الكرسي وتجلس أفضل من هذه الجلسة هنا تدخل الرجل الريفي وقال للزوج الغاضب أنا لن أقول لك أنك الذي يجب أن يحترم نفسه أو أن العيب عليك أنت لأنك وافقت لزوجتك على ارتداء هذه الملابس لن أقول ذلك لأنك حر حتى ولو جعلتها تمشي بدون ملابس ما دمت تقبل هذا ولكني سأقول أنك جعلت زوجتك ترتدي هذه الملابس كي تصبح فرجة وننظر إليها وها نحن نشاهدها كما أردت فلماذا الغضب إذن؟ يا بني ما تقبلته أنت أن يكون مكشوفا من جسم زوجتك من حقنا كلنا أن نشاهده وما سترته من حقك أنت وحدك أن تراه وإن كنت غاضبا لأن هذا الشاب قرب رأسه بعض الشيء فسامح لأن نظره ربما كان ضعيفا وأراد أن يحسن مشاهدته يا بني عندما تتعرى الأشجار من ورقها أمام الملأ يكون مصيرها حطبا لنار توقد بالدنيا كذلك النساء إذا تعرت أمام الملأ فقد يكون مصيرهن حطب جهنم والأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء وهنا لم ينطق الزوج وألجمت كلمات الرجل فما وحمر وجه زوجته خاصة بعدما تعالت أصوات الركاب إعجابا بالدرس الذي أعطاه الرجل الريفي للزوج الشاب ولم يملك الزوج إلا أن يقوم من مكانه ويأخذ زوجته ويغادر عربة القطار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم منذ طفولته وحتى أصبح في الثانوية العامة كان أيمن من الأوائل والمتفوقين دراسيا وكان يحافظ على صلاته في أوقاتها ولا يعرف إلا المذاكرة وطاعة والديه حتى أتم امتحاناته في الثانوية العامة وقد وعده والده بشراء سيارة له إذا ما كان من الأوائل بعد الانتهاء من الانتحانات بدأ أيمن رحلته مع الانترنت فأصبح ليلة نهار جالسا أمام الكمبيوتر يتبادل الأحاديث مع أصدقائه وصديقاته على الفيسبوك ومن خلاله تعرف على مجموعة من أصدقاء السوء غيروا نظام حياته فأصبح يتأخر عن الصلاة ثم انقطع عنها كما أصبح لا يهتم بوالديه ولا ببرهما وتدهورت حالته الصحية بسبب السهر حتى الفجر وتدخينه وتعاطيه لبعض أنواع السموم حتى يثبت لأصدقائه بأنه من الأقوياء كل هذا تم خلال شهر واحد ومرت الأيام وظهرت نتيجة الثانوية العامة وحصل أيمن على مجموع بنسبة 97% وانتظر عودة والده لتحقيق وعده له بشراء السيارة وفي هذا اليوم علم الأب وهو في عمله بنتيجة ابنه وعندما عاد للبيت استقبله أيمن بجملة واحدة وهو شبه نائم أين السيارة التي وعدتني بها فابتسم الأب واحتضن ابنه ثم أخرج من جيبه علبة بها مصحف وقال لابنه خذ هديتك رد أيمن في غضب شديد بعد كل هذا التعب تعطيني مصحفا ثم ألقى بالمصحف في وجه أبيه وقبل أن يغادر المنزل سب أباه وقال لن أعود إلى هذا البيت وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا توفي الأب من الصدمة في نفس اليوم الذي خرج فيها أيمن من المنزل وبعد عدة أسابيع ندم أيمن على فعلته وقاطع أصدقاء السوء وعاد إلى بيته فوجد المصحف في غرفته ملقى على الأرض كما كان والعلبة مفتوحة فتحسر على ما فعله وأراد أن يقرأ بعض الآيات فإذا به يفاجأ بأن المصحف ما هو إلا علبة وداخلها مفتاح السيارة التي كان والده قد وعده بها فانهار أيمن وقام بتحطيم جهاز الكمبيوتر وهو يبكي بكاء شديدا وبعدها أصيب بشلل من هول الصدمة ومن ندمه على ما فعل وعلى تسرعه في الحكم على والده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا